لو معاك عملة السويتكوين اوعد باعة او تشتري بها حاجة. عملة السويتكوين دخلت السوق الرقمي. ولما تعرفش ده معناه ايه? معناه ان هي بقى ليها سعر زي البيتكوين وزي السول والايسيريوم والكلام ده. فالعملة اللي معاك دلوقتي بقى ليها ايمة. اه سعرها مش غالي ولكن بتاخد خطوة قوية جدا. جمل معايا الفيديو ده عشان تفهم الدنيا وتفهم هتعمليه في الحاجة اللي معاك. ولو انت لسه ما تعافش يعني ومعاكش فانصحك ان انت تخش تنزل هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. خش نزل فعاله عن طريق الجيميل بتاعك عادي جدا. بتاع سويتكوين. نزل بتاع سويتكوين وفعاله بنفس الجيميل اللي عملته على السويتكوين الاولاني. السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم الجماعة من ايه? يا ربكم كويسين? واهلا بكم في حلقة جديدة مع بلعبك. في كزا نقطة هنتكلم فيهم في الفيديو دي اهمها. ايه الفرق ما بين السويتكوين العادي اللي هو تحسب الخطوات. والفرق ما بين السويت والت. هعرفك كمان ازاي تشتغل على محفظة السويت والت. وازاي تقدر تحول السويتكوين اللي انت هتكسبها من عليها لمحفظة. محتاجك تركز معايا جدا جدا في الفيديو ده. وبازن الله بعد الفيديو ده مش هتحتاج ان انت تفهم اي حاجة. هتوصل لك كل المعلومات. وقابل مناسبة. الفيديو بتاع الترانسكرايب اللي كنت عامله وكنت اقيل لكم ان انا هعملكم فيديو على طريقة التقديم. انا حد دلوقتي مش قادر او مش عارف ان انا عامل كده. بسبب ان انا محتاج لو هعمله من على التلفون يبقى معايا تلفون تاني وده مش متوفر حاليا. وانا في الشغل مش قادر طبعا اعمل اي حاجة. وقرار جدا بازن الله هنزل لكم الفيديو. اعرفكم فيها كل التفاصيل اللي كنت اقيل لكم عليها في الفيديو بتاع الترانسكرايب. والداخل جديد ما يعرفش عن ايه ترانسكرايب ده مجل التفرير الصوتي. الفيديو هزهول لك دلوقتي في الاي. بعد ما اتخلص الفيديو ده بقى خش يشوف. ويلا بينا اللي بتدي الفيديو بتاعنا. طيب قبل اي حاجة احنا محتاجين يكون معنا تلات برامج على تلفوننا مهمين جدا. واول برنامج هو طبعا. اه في ناس اكيد عندها وفي ناس ما عندهاش اللي ما عندهوش هتلاقييني سايب له كل روابط البرامج دي في صندوق الوصف يخش يحملهم كلهم. تمام? اول برنامج اللي هو العادي وبعد كده وبعد كده محفظة دي اللي هنحاول فيها عملة بتاعتنا ليها. خلينا نبتدي حاجة حاجة حبتدي بالسويت كوين العادي بتاعنا طبعا ما كنت نزلت فيديو عليه قبل كده. بس الجديد دلوقتي في السويت كوين اللي موجودة معاك حافز عليها وما تطلعاش ابدا برا وتباعها او تشتري بيها حاجة. يعني لا تباعها لحد ولا تشتري بيها حاجة. سبهم وحافز عليهم. هقول لك بقى ليه? شايفين الالف تلتمية خمسة وسبعين سويت كوين اللي موجودين فوق دول? دول انا للأسف مش هقدر احولهم للمحفظة لان السويت كوين آآ من فترة وقفوا موضوع تحويل السويت كوين لفلوس. يعني زي ما احنا شايفين كده الدولار عندي صفر. على رغم من اني عامل آآ انفايت الخمسة تلاتين واحد معي الف تلتمية آآ خمسة وسبعين سويت كوين. بس آآ السويت كوين دلوقتي مش هيخليني احولهم دلوقتي لان السويت كوين دلوقتي بقى عايز ناس معينة اللي يبقى معها السويت كوين. وده هيبقى عن طريق المحفظة بتاعة السويت والت. طيب عشان خاطر ما دخل ما دخلش الامور في بعضيها خلينا نمسكها حاجة حاجة. دلوقتي بتاع السويت كوين زياد نفسه تقدر ان انت هتاخد منه فلوس. بس هيبقى ازاي? عن طريق الامفايت. عشان تاخد عشرة دولار لازم تعمل امفايت الخمسين آآ واحد وعشان تاخد خمسة وعشرين دولار هتعمل امفايت مية خمسة وسبعين وعشان تاخد مية دولار هتعمل امفايت لسبعمية تمانية وتسعين واحد. دي طريقة. الطريقة التانية هو ان السويت كوين اللي موجودين يعني مثلا الالف وتلتمية السويت كوين اللي عندي دول هيتحولوا. بس مش دلوقتي. لسه شوية قدام آآ السويت كوين هيفتح الاتاحة ان احنا نحاول السويت كوين اللي موجودين دول للمحفظة بتاعة السويت والت اللي هي دي اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ايه فايدة ان انا اخلي اه بتاع السويت كوين العادي القديم ده عندي اولا هتعرف منه انت اه ماشيت قد ايه. تستغربوش من الزيو ستيبس دي انا عشان دخلنا دلوقتي بعد الساعة اتناشر اليوم جديد فصفر العداد فهو بيبتدي ان هو يحسب معاك الخطوات من جديد من بعد الساعة اتناشر. متنسوش التلات اعلانات اللي بموجودين تحت بيزود لك عدد السويت كوين اللي فوق. وما تقلقش السويت كوين اللي موجود فوق دول هيزيده معاك هيزيده. وكمان هتقدر تحولهم قدام مش دلوقتي. طيب ده قلنا لا غنى عنه. نخش على وهو ده يمكن اهم ما في الموضوع. طبعا انا كان معايا حوالي الف وماتين سويت كوين في السويت والت اللي انا فتحها دلوقتي دي. ولكن انا حولت منهم متين تمانية وستين آآ سويت كوين للمحفظة فاتل بايبت وهواجه لكم ازاي بنحول السويت كوين اللي موجودة للمحفظة. ايه بدلوقتي في سؤال جي على بالكو هو ايه الفرق ما بين التمنمية واحد وخمسين دول. والفرق ما بين كلمة اللي مكتوب جنبيها اتناشر بوينت اتنين وتسعين سويت كوين. ده يا سيدي الفرق ما بين الاتنين ان انا رصيدي تمنمية واحد وخمسين. بس المتاح ليا اللي انا احولهم للمحفظة اتناشر فاصل اتنين وتسعين. طب ليه? زي ما قلنا السويت كوين عايزة تقلل العملة اللي موجودة مع الناس لان العملة امتها هتزيد في خلال سنتين تلاتة بالكتير. فالناس طبعا اول ما العملة تزيد هيبيعوا كل اللي معهم. هما مش عايزين كده. عشان كده هو عامل لك ايه? لو جينا خدنا بنا فوق هنلاقي ان الواحد سويت كوين بيساوي الف تسعمية تلاتة واربعين خطوة. يعني عشان خاطر تعمل واحد محتاج ان انت تمشي الف تسعمية تلاتة واربعين خطوة. وكل يوم الرقم ده بيزيد عشان خاطر يصعب على الناس ان هما يعملوا عشان العملة هيبقى لها قيمة عالية جدا قدام ومش عايزينها ان هي تكون مع اي حد. طيب تعالوا نشوف هنا في كلمة لما نيجي ندوس عليها هنلاقي ان من سبع تيام بس كان السويت كوين الواحد محتاج ان انت تمشيله الف سبعمية سبعة وتسعين خطوة. النهاردة بقى الف تسعمية تلاتة واربعين خطوة. كمان سنة تمام هيبقى تسعة تلاف وخمسمية خطوة ولو جينا دوسنا على اللجن مور في سنة الفين خمسة وعشرين طبعا هي النسبة دي ما بتبقاش آآ مظبوطة قوي يعني انا مسلا آآ كمان سنة همشي تسعة تلاف خطوة عشان اعمل آآ آآ عملة واحدة. لا انا على وضعي اللي انا في دلوقتي في سنة الفين خمسة وعشرين هحتاج ان انا مشي يمكن عشرة الاف خطوة. في سنة الفين تمانية وعشرين هتحتاج ان انت تمشي تمنتاشر الف خطوة عشان تعمل واحد وزي ما قلنا عشان هما بيصعبوها على الناس. طيب بالنسبة لكلمة دي عشان خاطر لو عايز ابعد فلوس او عايز استقبل فلوس. الباي ده لو انا عايز اشتري حاجة من على آآ الموقع ذات نفسه بتاع السويت كوين بعملة السويت كوين. والجرو ده حاجة عاملة زي كده آآ الفويد. يعني انت مثلا بتصرف هنا آآ اتناشر سويت كوين. مثلا يعني او عشرة سويت كوين بيجي لك اتناشر في المية من اللي انت دفعته في خلال السنة. طبعا دي فويد آآ وانا يعني ما نصحش بها اصلا. انت كفاية ان انت آآ تعتمد على الماشي فقط. خليني برضو افهمكم حاجة مهمة جدا. عملة السويت كوين زي ما قلنا ان هي دخلت سوق آآ آآ العملات الرقمية. بس هنا وضعها مختلف ان انت مش هتحتاج ان انت تشتري سويت كوين زي مسلا البيت كوين. مش هتحتاج ان انت تعمل يعني مش هتحتاج ان انت تعمل تعادين لها. كل ما في الموضوع ان انت بتمشي وهو بيجيب لك السويت كوين. ولكن قدام هيبقى ان انت آآ لو عايز تزود العملة بتاعتك محتاج ان انت تشتري آآ سويت كوين. ده لو انت حابب يعني طبعا تعمل كده وده انا منصحش به تماما. وقريب جدا هيبدأوا يفتحوا الماينينج لان احتمال ان موضوع المشي يبقى صعب على بعض الناس زي ما قلنا عشرين الف خطوة او تمنتاشر الف خطوة قدام عشان خاطر تجيب واحد سويت كوين ويبكر ما حدش هيقدر يعمل كده والناس هتمل. فحيبقى فيه اعتقد آآ كدعم يعني آآ آآ الماينينج. مش لسه بنتابع الاخبار بتاعتهم. طيب احنا دلوقتي معانا هنا فلوس او معانا هنا سويت كوين وعايزين نحولها للمحفظة. هنعمل ايه? يجي هنا دور البايبت. محفظة البايبت طبعا محفظة من ضمن المحافظ اللي بتضم عملة السويت كوين. في محافظ زي الباينانس اعتقد ان هي ما بتضمش عملة السويت كوين ولكن هتضمها قريب آآ ولكن البايبت من المنصات اللي هي دعمت آآ العملة الجديدة اللي هي السويت والت او السويت كوين بدأت تدعمها في السوق بتاع العملات الرقمية. خلينا كده نفهم المحفظة سريعا قبل ما نحول عليها فلوس. لو دخلنا على هنا هنلاقي ان انا معايا تلاتة دولار اربعة واربعين سنت. وبعا دول اللي انا جبتهم من السويت كوين انا زي ما احنا شايفين هنا كان معايا ميتين تمانية وستين آآ سويت كوين انا حاولتهم هنا على المحفظة دي. واللي قمتهم دلوقتي حالا وانا بكلمكو تلاتة دولار فاصل آآ خمسة واربعين. النهاردة الصبح كانت امتهم اربعة دولار ولكن نزل وانبارح بالليل كانت امتهم آآ تلاتة آآ دولار وعشرين سنت. فهو من الواضح ان هو بيقل بالليل وبيزيد الصبح يعني سوقه مش مستقر لسه الى حد ما. طيب آآ في المستقبل لو انت حابب تشتري يعني عملة السويت كوين بتخش على كلمة تريد هتلاقي طبعا عشان انا بحثت على السويت كوين فبنلاقي عملة السويت كوين قدري ان انا عمل لها باي آآ وحوش منها عادي بس انا طبعا منصحش بكده آآ يكتفي ان انت تجيب عملة السويت كوين من المشي. طيب انا دلوقتي معايا آآ فلوس في او معايا كوينات في السويت والت وعايز احولها للبيبيت بعمل ايه? بخش هنا على البيبيت عادي بيدوس على كلمة اسيتز وبعد كده بيدوس على كلمة وببحث هنا عن السويت كوين. بدوس عليها بيطلع لي ده. بدوس على الكود اللي مكتوب هنا اي ار سي. بدوس على كلمة نير. بيزهر لي الكود اللي موجود ده تحت ده بعمل له كوبي. وبرجع على السويت والت. قلنا لو عايزين نحاول فلوس او نستقبل فلوس. بندوس على كلمة وبنعمل وبنكتب الكود هنا اللي احنا نسخناه وبنعمل عليه سيرش. بيزهر لي ان الكود ده تمام بعمل انا اكتب الراكم اللي انا عايز احاوله طبعا انا محتاج الشوية العملات اللي هنا فححول واحدة بس بعد كده اعمل طبعا مفيش اي اه ضريبة تحويل او اي حاجة بندوس هنا على السهم ده ونجيبه كده الاخر هنا هو بيبعت كده تمت العملية بنجاح وكده القرش اللي احنا حطنا ده وصل لمحفظة طبعا بعد حوالي تلات دقايق او اربعة دقايق بيجي لك ان تم التحويل كده احنا فهمنا ان التلات برامج دولاغين عنهم تماما بالنسبة للسويت كوين العادي فانت محتاجه عشان تحسب خطواتك محتاجه عشان تعمل لناس وتخش في المسابقات اللي هما بيعملوها كمان عشان توفر العملات اللي موجودة فوق دي عشان خاطر العملات دي هتتحول لك في وقت من الاوقات لما يفتحوا الباب ده اوعى تفرط في البرنامج واوعى تفرط في الابليكيشن ده اتمنى بعد الفيديو ده ان انت لو معاك واحد تمسك فيه بايدك وسنانك وما تبعهوش لحد خصوصا الناس اللي عالسوشال ميديا اللي بيعودوا يشتروا العملات دي اشتاحت اليوم بيقول لك هناخد منك الالف بالف وميتين جنيه وعارف قيمة دي وعارف هي هتبقى ايه في المستقبل اوعى تفرط فيها طبعا زي ما احنا شايفين جالنا ميل وهو حالا ان احنا حولنا اه اللي هي السويت اه كوين دي انها يعني عملية مؤكدة لو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتات طبعا هورد عليكم ان شاء الله هننزل للفترة اللي جاء دي فيديوهات كتير عن السويت كوين وعن اي ا Wit هيحصل في السويت كوين بس كده يعرف تكون المعلومة وصلت والفكرة وصلت لو محتاجين تسألونا على اي حاجة سألولي ان شاء الله هرد عليكم في الكومنتات. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية بخصوص السويت كوين والعملة بتاعت السويت كوين في فيديوهات تانية كتير جاية. سلام.